الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم أعزاء المستمعين وقفت بكم فيما مضى على مفهوم العرش والكرسي واستغناء الله عز وجل عنهما وعن غيرهما من مخلوقاته والآن يطيب لي أن أقف بكم على درس جديد من دروس هذه الوحدة المتعلقة بالصفات الإلهية المتعلقة بالذات ومنها الاستواء والإحاطة والعلو ومن هنا جاء الدرس حول حقيقة الإحاطة وحقيقة الاستواء وحقيقة العلو والأذلة على كل منها أما عن النقطة الأولى في هذا الدرس المكونة المكون من بعض العناصر التي يأتي في مقدمتها المقصود بالإحاطة والأدلة عليها كذلك العنصر الثاني سنقطع على حقيقة الاستواء والعلو عند أهل السنة ونختم هذا الدرس بإبراز الأدلة على العلو من القرآن والسنة أما عن المقصود بالإحاطة فإنا نلجأ إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذلك في مقولته الجامعة المانعة فقال محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه هذه العبارة التي صرح بها الإمام الطحاوي تشير إلى أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء وقد أعجز الحق تبارك وتعالى الخلق عن الإحاطة به لتبقى ذاته تبارك وتعالى العظيمة دون أن تدركها العقول بعيونها وإنما تدركها بآثارها فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط إلا أنه سبحانه أي محيط بكل شيء وفوق كل شيء هذا ما يفهم من عبارة الإمام الطحاوي والحق تبارك وتعالى أكد عليها في القرآن جاء القرآن الكريم ليؤكد على هذه الحقيقة فقال تبارك وتعالى والله من ورائهم محيط الإحاطة هنا أي إن الله محيط بكل شيء ألا إنه بكل شيء محيط هنا إشارة إلى إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بما يعملون محيطا أي عليم بكل أحوال العباد وبكل شؤون خلقه فيسع علمه كل ما في السماوات وما في الأرض وما ورائهما كذلك المراد إذن من إحاطته بخلقه ليس كما يرى بعض قصار النظر فيرون أنه حاشى أن يكون كالفلك أي الله كالفلك وحاشى الله أن يكون كذلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة هذا لأفكار صادرة من قلوب لا تعي معنى الإيمان ومن نفوس قصرة عن فهم حقيقة الذات العلية فالله تبارك وتعالى تعالى عن ما يقولون علوا كبيرا والمراد إذن بمعنى الإحاطة إحاطة عظمته وساعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة أي كل ما في الكون بالنسبة إلى عظمة الله كالخردلة في يد البشر لذلك ابن عباس رضي الله عنه روا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وهذه رواية تؤكد ما جاء في القرآن نعم بعد أن بينا الاستواء يطيب لنا أن نقف على مذهب أهل السنة فيه فمذهب أهل السنة والجماعة في حقيقة أن الله فوق العرش وأن علم الله في كل مكان كما قال سبحانه الرحمن على العرش استواء أي على كل الأشياء فالله تبارك وتعالى يسع علمه كل شيء وقال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذه الآية عظيمة في إبراز إحاطة الله تبارك وتعالى وسعة علمه نعم لقد ذكر سبحانه في سبعة مواضع في كتابه العظيم أنه فوق العرش جل وعلا ومعنى الرحمن على العرش استواء هذا معنى الاستواء الذي جاء في هذه النقطة معنى الرحمن على العرش استواء أنه فوق العرش قد على عليه واستقر فوقه على العرش يعني استوى عليه بمعنى على وارتفع وفي عبارة بعضهم استقر والمعنى أنه فوق العرش والعرش سقف المخلوقات وهو أعلاها والله فوق العرش وهذا هو قول أهل الحق جميعا ولم يخالف في ذلك إلا قصار النظر هناك أدلة عظيمة تثبت أن الله تبارك وتعالى فوق العرش ومعنى الفوقية أي العلو الدليل على كونه تعالى فوق المخلوقات قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير القاهر أي العالي على خلقه وهو فوق الخلق ويقول تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم هذه الآية تؤكد الفوقية وتؤكد العلو وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك أي فوق العرش كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم شرح الإمام مسلم هذه الآية العظيمة بقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فالمراد إذن من هذه الرواية مع الآية بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا استطاعوا أي وما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه ويكونون فوقه فهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة إسمان منها لأذلية الرب تبارك وتعالى وأبديته وإسمان لعلوه وقربه من جميع المخلوقات من سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا حصر له لا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لماذا؟ لأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما دام كذلك فيتعين أنه خلقهم خارج ذاته المقدسة ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك وضد ذلك هو القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده فأيليق بالعقول أن تصف الذات العلي بما يوصف به إبليس حاشاه سبحانه فهو فوق كل شيء وفوق كل علم عليم وبهذا أعزاء الطلاب نكون قد وقفنا على مفهوم العلو ومفهوم الاستقرار ومفهوم العرش كما بينا سالفا وإلى مزيد من بيان هذا الموضوع